السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزيكم متابيع قناة مستر أصل المعلوميات أهلا بكم في فيديو جديد هنشرح فيه إزاي تقدم طلب مراجعة لقناتك في اليوتيوب عشان تفعل الدخل عندك طبعا الكلام ده بعد ما تكون حققت الشروط اللي هي الألف ومشترك كل 4000 ساعة وفي الوصف بتاع الفيديو ده جماعة سيحب لكم رابط إنشاء حساب جوجل أدسنز لأن من الأحسن أنك تنشئ حساب على جوجل أدسنز وبعد كده يتم الموافقة على الحساب وبعد كده تربطه بالقناة في تقديم طلب المراجعة لو أنت حقق ببتعمل حساب جوجل أدسنز وانت بتقدم المراجعة مفيش أي مشاكل ولكن يفضل إنك تعمل الحساب والحساب يتوفق عليه وما يبقاش فيه أي مشاكل وبعد كده بتربطه هنشوف كل الكلام ده مع بعض في الفيديو تابع للآخر بعد ما القناة بتحقق شروط الدخل لشباب اللي هي الألف ومشترك كل 4000 ساعة بنفتح السوديو يوتيوب عادي جدا وبنيجي هنا على خانة تحقيق الربح اللي هي جنبها علامة الدولار اللي هي الصفحة اللي احنا بنتابع فيها القناة جابت كام مشترك وجاء وكام ساعة مشاهدة علنية دلوقتي آآ زمان قبل ما تجيب الألف ومشترك كل 4000 ساعة وقبل ما يعمل لك علامة صحة هنا وهنا كان بيقول لك تحت سيتم إرسال رسالة إلكترونية إليك في حال تحقيق شروط الدخل يعني أن انت أول ما توصل للألف ومشترك واربع تلاف ساعة هيبعتوا لك رسالة طبعا ما تبعتش رسال ولا حاجة هنا ظهرت خانة جديدة اسمها تقديم طلب الآن في حاجة لازم نعرفها قبل ما نقدم طلب مراجعة للقناة يستحسن انك تعمل حساب جوجل قبل ما تقدم طلب المراجعة احنا دلوقتي لما هنقدم هيقول لك ان قناتك لازم تكون مربوطة بحساب جوجل ادسنز ممكن تعمل حساب جوجل ادسنز وانت بتقدم طلب المراجعة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي ولكن يستحسن انك تعمل الحساب والحساب يتوافق علي الاول ويشتغل ويبقى ما فيهوش اي مشاكل وبعد كده نضيفه ونربطه مع القناة طبعا فيه فيديو انا شرحته الفيديو القبل ده شرحت فيه ازاي تنشئ حساب جوجل ادسنز بسهولة جدا هسيب لك رابط الفيديو في الديسكريبشن او في الوصف وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نقدم طلب مراجعة بعد ما نكون خلاص عملنا الحساب وتوافق علي هنضغط على تقديم طلب الان هنا بيقول لتحقيق الربح من القناة الخطوة الاولى مراجعة احكام برنامج شركاء يوتيوب فهنضغط على البد بيقول لفهم الاحكام وحاجات كتيرة جدا من اهمها لو عمرك اقل من تمنتاشر سنة لازم حد من قريبك او والديك او واصع عليك هو اللي يقدم ببياناته تمام هنا بنضغط على اوافق على احكام برنامج شركاء يوتيوب وبعد كده بضغط قبول الاحكام كده اول خطوة معانا زي الفل اللي هي مراجعة احكام برنامج شركاء يوتيوب هنا بيقول للخطوة واحد تم نيجي للخطوة اتنين وهي الاشتراك في جوجل ادسنز يمكنك انشاء حساب جديد على ادسنز او ربط حساب حالي بقناتك يعني تقدر تعمل الحساب دلوقتي من هنا او اما تعمله تربطه دلوقتي فاحنا قلنا يستحسن ان احنا نعمل حساب جوجل ادسنز الاول والحساب يشتغله بعد كده نربطه فهندغط على البد بيقول لك او هذا الحساب ضروري لتحقيق الربح واستلام الدفعات هندغط على البد بيقول سيتم عادة توجيهك الى ادسنز لإكمال هذه الخطوة يجب ان يتوفر لديك حساب على ادسنز للبدء بتحقيق الربح واستلام الدفعات هل لديك حساب حالي على ادسنز هنا بقول نعم لدي حساب حالي بيقولي هنا يمكنك انشاء حساب واحد على ادسنز لكل مستخدم يعني كل حساب ببيانات واحدة بس وبما انه لديك حساب حالي على ادسنز يجب اختيار عنوان البريد الالكتروني المرتبط بهذا الحساب على الشاشة التالية فهضغط على متابعة طبعا لو انا ما عنديش حساب بضغط لا ليس لدي حساب على جوجل ادسنز فبيجيب لي خطوات انشاء حساب جوجل ادسنز انما احنا قلنا يستحسن احنا نعمل الحساب وحنا طبعا شرحنا الكلام ده في الفيديو الرابط بتاعه في الوصف باختار الحساب بتاعي المرتبط بجوجل ادسنز واللي انا عملته تمام وتوفق عليه اهوان مستر اصلي للمعلوميات وموقعك الالكتروني هو كذا كذا فبضغط هنا على قبول الربط بعد كده بيقولي جاري اعادة توجيهك الى المضيف نعيد توجيهك الى المضيف حيث يمكنك متابعة الاعداد كما يمكنك بدء استخدام ادسنز اذا لم تتم اعادة توجيهك خلال بضع ثواني فانقر على اعادة التوجيه طبعا احنا هنستنى لما يعمل اعادة توجيه كده عمل اعادة توجيه اهوان على تحقيق الربح من القناة عندي خلاص كده هو بيقولي قيد المعالجة الاشتراك في جوجل ادسنز بيقولي يتم حاليا انشاء حسابك على ادسنز او رابطه ويمكن ان تستغرق عملية الموافقة والربط في العادة مدة تصل الى بضعة ايام بعد ما هيتم الموافقة على حساب جوجل ادسنز هنا اللي انا عامله تمامه زي الفل وغالبا الموضوع مش هياخد ساعات او بالكتير او 24 ساعة لو الموضوع يعني اتاخر معك اوي لكن هو في العادة بيتم الربط طالما انت عامل الحساب مفووش اي مشاكل عشان كده احنا قلنا يستحسن تعمل الحساب الاول وبعد كده تربطه هنا بالقناة الخطوة التالتة اللي بعد كده بيقولي لم يتم البدء الانتظار الى حين مراجعة الطلب هيتم مراجعة الطلب بيقولي سيراجع فريق يوتيوب قناتك للتأكد من انها تتوافق مع سياسات تحقيق الربح في يوتيوب وستبدأ المراجعة تلقائيا بعد ان تكمل اول خطوتين وبسبب الاحداث العالمية الاخيرة قد تتأخر مراجعة الطلب بسبب احداث فيروس كورونا والكلام ده ممكن مراجعة القنوات تتأخر في الفترة الحالية لكن طبعا دي ظروف استثنائية فبمجرد ما هيتم معالجة الاشتراك في جوجل ادسنز هيتم تقديم طلب المراجعة هنا تلقائي وهيقولك ان قناتك في المراجعة بمجرد ما يتم الموافقة على قناتك هتيجي هنا في الخطوة الثالثة وهتلاقي ان تم قبول قناتك وهيتم ارسال رسالة على حساب البريد بتاعك بيقولك تهنين ان انت تم قبولك في برنامج شركاء يوتيوب وتقدر تحقق الارباح على فيديوهاتك وتقدر تستفيد من الاعلانات اللي هتتحط على الفيديوهات بتاعتك فاذا الربح هنا بيكون من الاعلانات اللي بتتحط على الفيديوهات عشان في ناس فهم الموضوع غلط ان الربح من المشاهدات اللي بتيجي على الفيديوهات في بعض الفيديوهات بعد ان شاء الله ما تحقق الربح مش هينفع ان تحقق منها الربح وهيكون عليها علامة دولار صفرة يعني الفيديوهات دي مرفوض تحقيق الربح من عليها فحتى لو جابت مليون مشاهدة مش هتستفيد حاجة لان ما فيش اعلانات بيتم عرضها على هذه الفيديوهات انما الفيديوهات اللي هيكون جنبها علامة دولار خضرة فدي الفيديوهات اللي انت هتقدر تستفيد منها من خلال الاعلانات اللي تتحط عليها هتحط عليها اعلانات والمشاهدات اللي بتيجي من الاعلانات دي يعني الناس اللي بتشاهد الاعلانات مش الفيديو الاعلانات المشاهدات دي تبدأ تتحسب لك في رصيدك بتهيقل كده الموضوع وضح وان شاء الله بإذن الله كل يوصل الالف مشترك واربعة تلاف ساعة ويقدم طلب مراجعة وقناته تتقبل في المراجعة بإذن الله